إذن وصلنا معكم مشاهدنا إلى آخر فقرة من فقرات البرنامج فقرات التكنولوجيا واليوم سنتكلم عن خاصية جديدة على إنستجرام تفضح الأخبار الكاذبة علنت شركة إنستجرام أنها ستضيف خاصية جديدة تكشف للمستخدم إن كان المحتوى المنشور كاذبا وفقا لمدققين مستقلين وسينزل التطبيق الشهير الخاصية الجديدة الشهر المقبل التي ستتمثل بعضارة معلومات خاطئة فوق صورة أو فيديو المنشور حسب ما أشار موقع ماشبل سيتمكن أو سيتمكن المستخدم من رؤية المحتوى المنشور بالنقر على زر أظهر الصورة ولكن وسيتعرض للتحذير من إنستجرام بأن المعلومات في الصورة أو الفيديو هي معلومات خاطئة أو كاذبة وسيتمكن المستخدمون من قراءة السبب الذي دفع إنستجرام لتصنيف المعلومات كخاطئة أو كاذبة بالنقر على زر إعرف لماذا الذي سيظهر فوق الصورة أو الفيديو نعم كما سيرسل إنستجرام تحذير لمن يشاركون المنشور الكاذب بعبارة المدقيقون قالوا إن المنشور يحتوي على معلومات كاذبة ولكن سيستطيع المستخدم تجاوز التحذير ومشاركة عموما المنشور وبدأ إنستجرام تطبيق المملوك من فيسبوك بالعمل مع شركة منفصرة توفر المدقيقين المستقلين لاكتشاف المنشورات الكاذبة على التطبيق طبعا تأتي هذه الخطوة حمير متماشية مع توجه فيسبوك لمحاربة الأخبار المزيفة وكشفها على موقعهم واستخدمت إنستجرام خاصية تحذيرية مشابهة من قبل تم تطبيقها على المنشورات ذات اللقطات العنيفة أو الدموية حيث وضعت تحذيرا بالمحتوى قبل أن يتم فتح الصورة نعم هذه الخاصية موجودة أيضا في فيسبوك كثير من الصور عادة تكون في حروب هو إنستجرام الآن مملوك لفيسبوك نفس السياسات نفس السياسات صراحة مبادرة جميلة محاربة الأخبار المزيفة والكاذبة والشائعات لأنها ظهرت كثيرا في الأونة الأخيرة بتشوف فيديو بيحكولك اليوم صار عندنا في هذه المنطقة هذه الحادثة وبيطلع بالنهاي هذا الفيديو من بلد آخر وحادثة مختلفة وقصة مختلفة كليا فوجب على فيسبوك وعلى كل المواقع التواصل اجتماعي تحذير من هذه الأخبار المزيفة والشائعات والفيديو لأنها بتأثر بالتأكيد على الرأي العام في النهاية نعم كان في حتى مواقع مشابهة كانت تكتشف لك الصور إذا كانت حقيقية أو لا وكانت حتى إذا صور مشتغلة بالفوتوشوب مثلا عموما بيتوقع أنه يكون عمل المدققين اللي هم الآن مختصين بهذه الخاصية الجديدة في إنستجرام منهم أيضاً يكونوا فنيين ويعرفون مداجة الصورة وحتى تاريخ التقاط هذه الصورة اللي أكيد سيكون معروف بالنسبة لبعض المواقع اللي بيكون فيها معروف متى تم التقاط هذه الصورة وحتى الجهاز اللي تم عبره التقاط هذه الصورة نعم بدون يكونوا متابعين أيضاً للأحداث في العالم أجمع حتى يكونوا يميزوا ممكن صورة تكون أنت شفتها في خبر معين إذا رجعت شفتها بخبر آخر رح تربط الصورة إنه لأ هذه الصورة مثلا شفتها في البلد الفلاني في الأحداث الفلانية أما ممكن مستخدم البسيط لمواقع التواصل الاجتماعي أو الغير متابع للأحداث عالمياً رح تمر عليه هذه الفكرة وهذا الفيديو فعلياً ويصدق الشائعات والمعلومات الخاطئة والمغلوطة التي تم تداولها بهذه الطريقة نعم إذا عشان كذا جت هذه الخاصية الجديدة في إنستجرام عشان الناس ليس مطلعين كثير خلاص بيكون معك مدقيقين مختصين في هذا المجال ويعرفوا كذا كانت الصورة هذه صحيحة أو الفيديو هذا صحيح أو إنه عموماً مغلوط نعم عموماً حمير تقريباً الآن معظم المواقع تتبع هذه الخطوة يعني في يوتيوب أيضاً كمان قبل فترة كمعنا الخبر أنه فيه كمان خاصية لحتى لتوقيف الفيديوهات المفبركة والمعلومات المغلوطة وفيه تحذير كمان للمستخدمين بشأن هذه الفيديوهات وهذه المعلومات نعم ربما هو الموقع الوحيد الذي بينشر فيه فيديوهات يوتيوب واللي بدأ تماماً في سياسة الخصوصية وغيرها الكثير من السياسات واكتشاف الأخطاء والفيديوهات المفبركة مثل ما قلتي الأخبار أيضاً الكاذبة والزائفة هذه كلها كانت البداية دائماً كانت مع يوتيوب صراحة واللي كان يحافظ حتى على الخصوصية إذن فبهذا الخبر وصلنا معكم إلى ختام البرنامج اشتركوا في القناة